وفاة الفنان عهد صادق بعد صراع طويل مع المرض توفي منذ قليل الفنان عهد صادق عن عمر نهازة 72 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية ونقله إلى المستشفى وأعلن الفنان مونير مكرم عضو مجلس نقاب تلمان التمثيلية الخبر عبر حسابه على فيسبوك وكتب مونير مكرم الدوام لله أخي وحبيبي عهد صادق وكان عهد صادق قد نقل الإسبوع الماضي إلى نانية المركزة في مركز القاهرة لأمراض الكلا وذلك بعد تدهور حالته الصحية يذكر أن الفنان عهد صادق شارك في مرسل سنقل عام مع محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر ودينا ومحمد محمود عبد العزيز بالإضافة إلى نخبة من النجوم الشباب من بينهم نور النبوي وعهد صادق من موليد 1950 وبدأ حياته الفنية فترة أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا كما كشفت سامية جاهين ابنة الشاعر الراحل صلاح جاهين عن موعد جنازة الفنان عهد صادق وكتبت سامية جاهين عبر حسابها على فيسبوك معلنة عن موعد الجنازة الذي تحدد له الساعة أربعة بالكنيسة الإنجلية بالقاهرة الجديدة وكتبت سامية جاهين لطنع الراحل قائلة عم معهد صادق خلاص ارتاح كنت بحاول أهيأ نفسي للحظة دي بقالي شوية وأقول لنفسي إنه بقى أنانية لو تمنيت له أي حاجة تاني غير إنه يرتاح من الألم والمرض اللي فيه لكن ما فيش كلام في الدنيا ممكن يوصف الوجع اللي في قلبي هتوحشني قوي يا حبيبي يلي من يوم ما بابا ماشي وانت واخدني في حضنك ومغرقني حبه وعطاءه ودلع غير مشروف